كان فيه مرة مدرس كان عايز يحفز طلابه فقرر يعمل مسابقة في الفصل واللي هيجيب درجات عالية هياخد جزمة هدية فالطلاب فرحوا جدا وبدأوا المسابقة فعلا بس المشكلة ان كلهم جابوا درجات عالية فالمدرس اختار يدي الجزمة لمن فالطلاب اقترحوا انهم يكتبوا اساميهم كل واحد في ورقة ونختار ما بينهم عشوائي فعجبت المدرس الفكرة ونفزوها واختار اول ورقة وطلعت باسم حسن عبد العالم فحسن طلع استلم الجيزة اللي هي الجزمة الجديدة وكان فرحان جدا والارض مش ساعة من الفرحة لانه كان نفسه في جزمة جديدة واهله ما عرفوش اشتروله واحدة جديدة بسبب حالتهم المادية والفصل كله كان فرحان فرحة مش عادية فالمدرس شك في فرحة الطلاب دي ففتح ورقة تانية من الاسامي اللي موجودة لقاها باسم حسن عبد العيل برضه واكتشف ان الورق كله باسم حسن عبد العيل فالمدرس عينه دمعت وتعلم من الطلاب بتوعه درس امره ما هينساته لحياته